احنا خلاص داخلين على الولادة ولازم نستعد للقطة الجميلة دي ونغير لون شعرنا خلال تسع شهور رحلة طويلة شوية في بعض السيدات بيملوا بشكل كبير من لون شعرهم ومصممين لنا لازم نصبخ شعرنا في هذه الفترة فهل في خطورة من هذه السبغة على الجنين أو على الحمل وإيه المشاكل اللي قدر الله قد نواجهها وإزاي نتجنبها ولو حصلت إزاي نتعامل معها ده اللي هنعرفه النهاردة بإذن الله في درسنا اللي هنشرحه بشكل كامل في قناتنا قناة طبيبتي المهتمة بكل ما يخص صحتك معاكم النهاردة دكتورة ريهام الشال أخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب نبدأ بسم الله شوفوا تقريبا السؤال ده نقدر نقول عليه من أيام الفرعنة يعني السؤال ده ما فيش دكتور نسا ما تسألهوش لازم دايما نسمع سؤال يا دكتورة أنا أستخدم السبغة في الحمل هتدر الجنين ولا لا هتدرني ولا لا ولو ضرتني أعمل إيه ولو كده أقدر أتجنب هذا الضرر الزي في الفترة الحمل هي فترة 9 شهور فوالله إحنا لو هنوصي توصية قبل ما نبدأ النهاردة كلامنا فهنقولك لو في خلال التسعة شهور دول تقدري أنك تصبر على لون حمل واحد على لون شعر واحد فإن حقيقة إحنا بنحقيك جدا 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 وإنتي من السيدات اللي مش محتاجين الدرس ده في أي شيء لكن لو أنت من ناس اللي مش هيصبروا على لون شعر واحد فخليك معينا لأننا النهاردة هنوضح كل المعلومات أو كل الأسئلة اللي أنت محتاجة جاو بيها سبغة الشعر هي عبارة عن نوع من اتنين أحياناً بنستخدم سبغات الشعر الطبيعية اللي هي الحنة وما إلى ذلك الأمور اللي هي بتكون ناتشرال أو هيربل أو حاجة عشبية بشكل كبير وأحياناً بنستخدم سبغات شعر أخرى بتكون فيها إضافات أكثر أكثر في كمية بتاعتها وفي أثرها الجانبية بلاش نقول كلمة أكثر سمية لأنها يعني ما زالت بعيدة عن الامتصاص الكابل لكن في إضافات أخرى بتكون أكثر زيادة وهي مية الأكسجين يعني بعض السبغات للأسف بيكون فيها مية الأكسجين فاحنا هنا هنتكلم بالترتيب عن كل واحدة فيه أولاً بالنسبة لسبغة الطبيعية اللي هي عبارة عن الحنة والحاجات العشبية البسيطة اللي إحنا مش قلقنين منها وبنخافش منها وكثير مننا بيقدر أنه ياخدها أو يستخدمها بشكل بسيط خالص بنقول لها تقدر تستخدميها في حالة واحدة في حالة ما إذا كنتي استخدمتيها قبل كده ما حصلش منها أي درجة من درجات الحساسية ساعتاً أقولك ما فيش مشكلة استخدميها لكن برضو ممكن يحصل حساسية من الحنة؟ آه ممكن شفنا حالات كتير عندهم حساسية من الحنة وشفناهم وللأسف بيكونوا عرايس يقوم الفرح أو يقوم الحنة وتستخدم الحنة وبصنا إيديها نفاخت وقرمت وجسمها كله بدأ يدينا أعراض الحساسية فرجاءاً لو إحنا استخدمناها قبل كده ممكن نستخدمها ما استخدمناها قبل كده بلاش نستخدمها لكن فيه تعليمات أخرى محتاجين إننا نعرض نفسنا لها أثناء الحنة لأ بصراحة الحنة من المواد البسيطة اللي طالما إنت جسمك في العموم ما بيرفضهاش فإذا فرص إنها لقدر الله تعمل لنا مشاكل نتيجة الامتصاص فرص بسيطة جداً ومش موجودة تقريباً لكن ندخل بقى للبند التاني وهو بند السبغات اللي فيها مواد كيميائية وإضافات كبيرة برضو هنقولك نفس القصة لو استخدمتيها قبل كده وحصل منها تحسس بأي شكل من الأشكال حتى لو تحسس بسيط فللأسف فرص إنه يتضاعف في فترة الحمل درجة الحساسية دي بتكون أعلى بكتير فرجاءاً بلايش لأ يا دكتورة أنا استخدمتها وكويسة جداً وما يتيش أي حاجة وتمام طيب تمام هنطلب منك بقى الطلب الإضافي وهو إننا هنعرض جلدنا ليها فترة أقل يعني إيه الكلام ده يعني إحنا مثلاً لو بنحط السبغة على شعرنا لمدة ساعة وبعد كده نخسل شعرنا فهنخلي ساعة دي نص ساعة لو بنحطها لمدة نص ساعة فهنخليها ربع ساعة ليه كده؟ لأن كلما قللنا تعرض الجلد وفروة الراس لهذه المادة الكيميائية كلما كانت الأثار اللي ممكن تنتج عن هذه المادة أو لقدر الله توصلنا أو توصل الجلين بتكون أقل وفي أقل معدلتها وبالتالي بتكون في أعلى نسب الأمان ونكون مش ألانين من حاجة طيب تمام يعني إحنا ينفع نستخدمها ونقلل تعرضنا للمادة بالظبط كده طب النوع التالي الدكتورة اللي قلت لنا عليه اللي كان فيه مية أكسجين بصوا إحنا عايزين برضو نتفق على اتفاق مهم جدا وهي إن فترة الرضوع هي من أكتر الفترات اللي للأسف بيتأثر فيها شعرنا بشكل كبير ففترة الحمل لو تستخدمه مية أكسجين في السبغات ده بيضعف الشعراية جدا برغم إن فترة الحمل أنت بتبقي مبسوطة جدا بشعرك وحاسة إنه في أقوى حالاته لكنه للأسف بيبدأ في الفترة بعد ما بنقوم بالسلامة إن شاء الله وتبدأ يترضعي بتبدأ الشعراية تضعف بدرجة كبيرة فالشعراية الضعيفة اللي هي أصلا إحنا كنا مخليينها ضعيفة من قبلها للأسف بتكون عرضة بشكل كبير لمشاكل فيما بعد وإننا نرجع نقول ياه ده الرضاعة وقعتي شعري لا الرضاعة موقعت لجيش شعرك هو شعرك اللي كان مستعد ومهيئ برغم إن ربنا سبحانه وتعالى ادى كل الطرق إنه يبقى أقوى في فترة الحمل علشان يقدر يقاوم في فترة الرضاعة لكنك للأسف ما تعملتيش ما ده بشكل جيد وبالتالي ساعدتي بشكل كبير في ضعف بصيدة الشعر وضعف الشعرية نفسها طيب إحنا بقى عايزين نتفق على اتفاق استخدم السبغة ولا ما استخدمش السبغة مفيش حاجة في الدنيا بتبقى في المطلق كده وده اللي إحنا تعودنا عليه في قناة طبيباتي كل شيء بالشرح والفهم والمعلومة الطبية الصحيحة بمصادرها الصحيحة المواثقة يعني إحنا في المطلق مش هنقول لا ما تحطيش السبغة أو لا ما تستخدميش السبغة وفي المطلق برضو مش هنيجي مع التعليقات اللي أحيانا بتاخدنا في الطيار وتقول لنا لا على فكرة أنا حطيت السبغة ما حصلش حاجة يا جماعة حطوا سبغة ما فيش الكلام ده لا بنقول لازم نبقى فاهمين إن كلنا كبشر مش واحد مش معنى إن فيه أمر نفع معايا إنه مش هينفع مع الآخرين والعكس مش معنى إن فيه أمر ما نفعش معايا إنه مش هينفع مع الآخرين بكل بساطة استمتعي في حملك افرحي بيه اعملي كل الحاجات اللي بتفرحك في نفس الوقت اللي ما تدركيش وما تدرش هذا الجنين لأنك بقيت مسؤولة عن روح تانية بتجبر وبتعمل حاجات جميلة جدا جدا جواكي وهتطلع لنا للدنيا تجينا بكل خير وسلامة إن شاء الله نتمنى إنكم هتوصلوا الدرس ده لأن الدرس ده مهم جدا جدا وبيبقى يعني جاي في منطقة حساسة جدا بالنسبة للسيرات وهي نقطة السبغات والعناية بالشكل في فترة الحمل لأن دي بصراحة إحنا عملنا عنها درس مخصوص إزاي روتينك اليومي للعناية ببشرتك في فترة الحمل هتلاقوا الدرس بتاعه موجود في أعلى الشاشة وموجود أيضا في وصف صندوق وصف الفيديو لأن يمكن المصادر اللي كان بتتكلم عن الموضوع ده ما كانتش بالقوة أو بالنزعة الطبية أو بتتكلمش بالحامية الطبية اللي إحنا بنتكلم بيها فما تنسيش إنك تشوفي الدرس وما تنسيش أبدا إنك توصلي الدرس ده إنك تضيفي مزيد من اللايك ده بيساعد اليوتيوب على مزيد من نشر الدرس ووصوله لعدد أكبر من الأمهات نشوفكم على خير الدرس القادم اللي هتلاقوا دروس في آخر الشاشة هتلاقوها على الشاشة بتنصف لكم إيه اللي إحنا محتاجين في فترة الحمل وقيم التشغيل كاملة وشكرا لكل فريق العمل اللي ساهم في ده وشكرا لكم إحنا سعداء بعيدة طبيبتي اللي بتجبر يوم بعد يوم ونشوفكم على خير متاثرين أسئلتكم السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر